جمهورنا رفض السكوت لمدة تسعين دقيقة في مباراة بيرامدس ولعبة رجالة تحملت المسئولية وجهاز فني تعامل مع المباراة بزكاء علشان كده لازم نبص للفترة اللي جاية لازم نبني على اللي حصل ده لازم يا جمهور الاهلي نواصل دعمنا لمجلس ادارة الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيم مجلس ادارة الاهلي اللي بيخاف على النادي طول الوقت ونفسه يحقق ضعف الانجازات اللي حصلت يا جمهور الاهلي العظيم مجلس ادارة الاهلي محتاج لكم طول الوقت وهو وحد يمشي ورا الصفحات المأجورة اللي عارفين كلنا مصادرها لما تلاقي مشجع اهلاوي بيحب الاهلي وعاشق للاهلي بيكتب على صفحته كلمات غاضبة وتحس بحزنه وقلمه وغضبه ده اكيد مشجع عاشق للاهلي وعاشق للكيام لكن لما تلاقي صفحات كل همها كل ديئة وكل ساعة الهجوم والتطاول وقلة الادب والتقليل من حجم الانجازات اللي اتحققت وبتحاول طول الوقت ضرب حالة الاستقرار اللي موجودة وكمان ضرب العلاقة الرائعة بين ادارة النادي والجمهور يبقى انت قدام صفحات مأجورة لما تلاقي صفحات بتشتم وتسب بألفاظ لا يعرفها جمهور الاهلي يبقى دي صفحات معروف مصدرها رسالة الجمهور الاهلي خلي دايما بالكم وتعالوا بقى تعالوا للصورة الحلوة تعالوا اسمعكم روعت وعظمت جماهير الاهلي مبارح في مبارات بيرامتس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة